أهلا محاضراتكم مرة تانية في فريق طلابي من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حقق فوز كبير جدا وقدر أنه يحصل على المركز التاني عالميا وجائزة أفضل خريطة ألغام خلال مشاركتهم في مسابقة الروبوتات كاسحات الألغام الدولية في مجموعة من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار حققوا فوز مبهر وحصلوا على المركز التاني عالميا وجائزة أفضل خريطة ألغام خلال مشاركتهم في مسابقة الروبوتات كاسحات الألغام الدولية المسابقة دي تعملت ضمن بطولة العالمين الدولية للروبوتات ولنظمتها وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والهدف من البطولة دي لاستفادة من تقنيات الروبوتات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في توطين الصناعة والتكنولوجيا واللي بتحظى باهتمام بالغ من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب مدينة زويل فضلوا شهر كامل شغالين على تصميم الرابط واللي هتكون مهمته الأساسية كشف الألغام فوق وتحت الأرض لمسافة بتصل لـ 30 سنتيمتر الرابط بيوفر وبيرسل خريطة كاملة لأماكن الألغام وحالتها وبيتخلص من الألغام الأرضية بكل سهولة وبدون أي إصابات أو خسائر كمان الرابط ده بيشتغل ساعة كاملة بدون شحن وده هيساعده كتير في اكتشاف الألغام عن طريق خريطة كاملة تفاعلية توضح مكان أهم حاجة بتميز الرابط اللي عمله طلاب مدينة زويل العلوم والتكنولوجيا واللي فاز فيه مسابقة كسحات الألغام الدولية إنه مصنوع بعقول مصرية وبمواد متاحة في السوق المصري وكمان قابلة لإعادة الفك والتركيب بسهولة وأيضا تكلفتها قليلة يعني ممكن يكون نموذج قابل للإنتاج في المصادع ونقدر من خلاله نوطن صناعة الروبوتات في مصر وده طبعا يعني موضوع كمير جدا محتاجين نسمع أكتر بالتفصيل وعشان كده بنرحب بيديوفنا اللي بنوارونا في الستوديو طالب عمر عياد أحد مصممي الروبوت وكمان الطالب محمد حاتم أحد أعضاء فريق جامعة زويل مرحب بيكو وعايز أعرف صباح الخير عليكم نورنا افتريتوا الفكرة زي وانتو كم حد في الفريق ولم قدمتوا في المسابقة كان الموضوع عامل الزاهر عندكو كان عندكو تخيل وانتو ممكن تاخدوا مركز تاني حكونا كده الموضوع بترى ازاي هو الحوار الأول اللي ابتدى ان احنا طبعا كلنا صحاف في الجامعة طبعا مختلف الأعمار احنا متراوح كان ساعتها مسابقة في شهرتها لفاية قبل ما سنا الدراستات خلاص فاحنا كنا بنتكلم من سنة تانية جامعة للسنة خمسة جامعة كلنا مشاركين في المسابقة طبعا من أقسام مختلفة احنا اللي يجمعنا صدقات مختلفة بس مش أكتر ابتدنا نتكلم طبعا باشوانس محمد حاتم هو اللي جمعنا لانا بيتصل بكل واحد يا شباب ان شاء الله في مسابقة طبعا كله بيلاب النداء تمام ما فيش مشاكل احنا معاك تحت امرك ابتدنا على طول شغل يعني اعتقد باشوانس كلمنا احنا على طول من تاني اسبوع احنا ابتدنا تجمعنا طبعا تحت شرف الجامعة انهم موفروا لنا الاحتجاجات احنا قعدنا نزلنا في اللاب تحت في المعمل احنا قعدنا شهر كامل في المعمل بنجهز في الروبوت طبعا احنا عشر أشخاص من ثلاث أقسام قسم هندسة طيران والفضاء وقسم الاتصالات وقسم يعني الريني بالانرجي او الطاقة المتقددة احنا بنتكون من تسع افراد او ولاد وبنت واحدة طبعا الجزء بتاعنا ده هو ما هو الا ان احنا مقسمين فرق ما بيننا وبين بعض وكل فرق متخصصة في حاجة في الروبوت سواء اذا كان هو التحكم او اذا كان هو جزء الكهرباء فيه او اذا كان هو جزء يعني ان هو بيزبط الامور كلها من ناحية الالغام بقى ويكشف الالغام كلها وده اللي قدرنا نتوصله في خلال الشهر ده الحمد لله ده عظيم بشمونس محمد انت اللي كنت بتختار عضاء الفريق الحقيقة يعني المسابقة كنت شاركت فيها حوالي مرتين قبل كده قبل فترة كورونا فبدأت واحدة واحدة نكون الفريق من طلاب يعني ما شاء الله كلهم متميزين من اوالي الاقسام طلاب المعروف عنهم انهم مش بس بيكتفوا بالدراسة والدرجات والمحاضرات وهكذا لا دايما بيدوروا انهم يتعلموا اكتر ويشاركوا في مسابقات ومشاريع خارج الجامعة وداخل الجامعة فمن هنا جات الفكرة ان احنا جمعنا الطلاب المتميزين دول من كذا قسم وبدأنا ان احنا نشتغل على التارجد بتاعنا او الهدف بتاعنا ان احنا نشارك المسابقة في مدينة العالمين طيب مسألة انه كل الاجزاء اللي موجودة في الرابط موجودة في السوق المصري ده كان عندكو علم به ولا هو تدخل الجامعة في الموضوع يعني ده عملتو ازاي هو الحقيقة احنا الموضوع جاء تدريجي احنا بدأنا خلال اول اسبوعين ان احنا نعمل الريسرش بتاعنا او نعمل البحث بتاعنا عن المكونات الموجودة في السوق المصري وواحدة وواحدة بدأنا نشوف لو فيه اي عقبة ان احنا نبتكر يعني فكرة جديدة بحيث ان نعوض الحاجة اللي مش هنقدر نجابها على سبيل المثال احنا كنا محتاجين مواتير بتقدر انها تمشي بسرعة ونفس الوقت تشيل وزن عالي ومحصل لاش اي مشكلة انها تمشي في اراضي صعبة زي الاراضي الصحراوية في مدينة العالمين وخلافة فبدل ما نستورد مواتير من الخارج استخدمنا المواتير اللي في الهوفر بورد اكيد ده احرك تعرفها عظيم طبع بيمشوا ايها وكده مؤخرا فبدأنا ان احنا نبتكر في كل حاجة موجودة انت كندورك ايه بشمهن صعبة انا كنت كنت ترول ان سوفت وير انجينير يعني بتحكم مهندس اتصالات ومهندس تحكم في نفس الوقت كنا شغالين احنا بنقدر نتواصل مع الروبوت في نفس الوقت لواحدك في القسم ده لا طبعا انا معي كنا اربع اشخاص في القسم ده بنتراوح من بين قسم الاتصالات نحنا عندنا قسم الاتصالات متوفر في الجامعة فاحنا دارسين الجزء ده كويس جدا كنا بنتعامل مع الروبوت ان احنا ازاي نستقبل ونبعت له سيجنلز او اشارات بحيث ان احنا نقدر نتحكم فيه او اذا كان هو لغم يبعت لنا بحيث ان احنا نقدر نكون خرطة الالغام اللي حضرك ذكرتوها في نفس الوقت برضو هو كان بيبعت لنا الاشارات بتاعة الالغام ذات نفسها لو هو حاسب لغم او كده فكل الحاجات دي كلها كانت من تخصص الفريق بتاعنا بالضبط ده كان عمال نهي طبعا عايزين نعرف اكتر يعني الروبوت بيشتغل على مساحة قد ايه على مساحة قد ايه بيشتغل كم ساعة هو زي ما حضركوا ذكرتو هو الروبوت بيشتغل لمدة ساعة شحن البطاريات بتاعته قابلة للجزء ده هو بيقدر يكشف ما بين حوالي مئة متر تقريبا هو بياخدهم بطريقة سيستماتيك او بطريقة هو يعني على حسب اللي بيحددها او على حسب بايلوت بتاع السواق بتاع الروبوت على حسب ساعتها هو قدر يقسم ويوصل لأكتر مساحة يقدر يمساحة دي اول حاجة تاني حاجة هو الروبوت بيشتغل على 30 سنتي او هو يقدر يكشف لغم ارضي 30 سنتي لكن هو يقدر يكشف الالغام السطحية بكل سهولة جدا لانه هو اللغم موجود على السطح اما يكشف الالغامس الارضية او مطفونة تحت الارض على عمق 30 سنتي كمان هو ممكن يشيل اوزان لحد 50 كيلو يعني انت ممكن تقف عليه عادي ما فيحصلش حاجة لو انت اوزنك خفيف شوية وممكن ما يغرس بيك فاحنا بقى احنا تعملنا بقى مع الامور دي وان احنا احنا ازاي الروبوت ده ما يغرسه في الرمل وازاي احنا نعدي العقوبات اي طريقة تتحكم في الروبوت يعني هل ب احنا بنوصلين احنا بتحكمه عن طريق الشبكات ان احنا بنوصل موصلينه براوتر او نحنا عاملين شبكة داخلية بيننا وبينه بحيث ان نقدر نتوصل نتحكم فيه ما بينه وبين اللاب مثلا فيه طرق تحكم تانية اكيد كتير بس احنا لقينا ان الطريقة دي هي اكتر طريقة فيها جود كونيكشن وان احنا نقدر نتحكم فيه بكل سهولة عظيم بشموص حمد يعني قد يتخيل البعض انه روبوت زي اي روبوت لكن المسألة مسألة صفت وير بس هي الحقيقة يعني الصعب في الموضوع هو الانتجريشن او التكامل ما بين الصفت وير والهارد وير يعني ممكن نلاقي مهندسين كتير شاطرين بتعرف تكتب كود بيعمل فانكشن معينة او بيعمل وظيفة معينة بس العقبات دايما بتقابل اي مهندس او اي شركة ان هي تكامل اكتر من جزء من الروبوت مع بعض ان يبقى فيه زي ما كان قال عمر روبوتك ارم او طريقة ان احنا نشيل الالغام اللي على الارض نحطها على سطح الروبوت والروبوت يقدر يشيل لحد 50 كيلو ان هو يمشي بسرعة وما يحصلوش اي مشكلة في الاراضي الصحراوية فكرة ان التحكم يبقى ستيبل ما يحصلش اي دروب مرة واحدة فالتكامل ما بين الوظائف المختلفة دي هو الحقيقة دي كانت الوظيفة او المهمة الصعبة بالنسبة لنا طيب هيا المسألة اكتشاف بس لغم ولا فيه طريقة ما للروبوت ان يتعامل مع هذا اللغم هو الحقيقة ومش اكتشاف بس هو الروبوت بيتعامل مع اللغم من ثلاث طرق اولا هو بيكتشفه وبيقف يدي الارم او ان فيه مشكلة هنا او فيه لغم هنا اذا كان سطحي او مدفون تحت الارض وتاني حاجة ان هو بعد ما بيخلص المساحة كلها اللي بيعمل لها سكانينج او بيمر بيها كلها بيبعث ليه الشركة او الستيشن او المتحكم فيه خريطة كاملة والخريطة دي ان احنا نفذناها بشكل يعني فيه انوفيشل او ابداع شوية وخدنا الاورد او الجايزة اللي حضرتك اتكلمت عنها والتالت حاجة ان هو بيشيل الالغام السطحية اللي موجودة عن طريق روبوتك ارم او زراع الى بينزل عن طريق المغناطيسي يقدر ايشيل اللغم ويرق حطه على سطح الروبوت تاني بدون اللغم ينفجر او يحصل له اي مشكلة فهو بتعامل بثلاث طرق مع اللغم ده عظيم جدا احنا عاملين حسابنا لكل حاجة يعني الصيانة عاملين حسابنا في الصيانة هنتعامل معها ازاي اكيد طبعا عشان كده كان بيمثل اختياراتنا في الكمبونس او المعدات اللي احنا اختارناها هي مش معدات غالية قوي وفي نفس الوقت هي معدات بتقدي بطريقة كويسة عشان كده الصيانة بتاعت او تكلفته بالنسبة للروبوتات التانية او بالنسبة للامكانات اللي برا هي مكونات مش غالية نسبيا طيب ايه الفرق ليه تكلفته الليلة تكلفته الليلة ان احنا استخدمنا حاجات بتقدي بطريقة افضل بس احنا بالفكرة كلها ان احنا بنفكر بطريقة تانية او احنا بنشوف حاجة برا اكتر ان احنا بدل منشوف مواتير المستخدمة الطبيعية الناس بتستخدمها لا احنا بالعكس احنا رحنا شوفنا ايه اكتر حاجة ممكن تكون فيها مواتير وممكن تشيل وزنة قيل فاحنا بتتالي زي باشمانس محمد قال احنا استخدمنا المواتير الهوفر بورد اللي هي بتشيل اشخاص لمتاصل مثلا مية كيلو احنا كنا مستخدمين مثلا الهوفر بورد وفي مطورين احنا مستخدمين اربعة حيث ان روبوت يبقى باربعة عجلات فبالعكس ده هو يشيل ده الف جنيه مثلا تقريبا لاني بتعمل كل حاجة بفونكشن سبعته كلها بالمؤدات بكل الخصائص الفيتشرز الموجودة فيها كلها طيب بيبقى في مرحلة تجربية اكيد قبل ما يعني خلاص بتعلنوا عن الروبوت في المرحلة التجربية دي كتا ايه التحديات اللي قدامكم اول حقيقة كان من اكبر التحديات ان يعتبر من اهم الاعضاء في الفريق عندنا اول مهندس بلال محمد راشوان لأسف قبل المسابقة بحوالي اربعة ايام حصلت له حدثة على الطريق ما ادرش ان هو يسافر معنا في المسابقة ودي كانت حصل او عملت دروب جامد عندنا بس الحمد لله بمجهود الفريق ان هو ادرنا ادرنا ان احنا نستعد عن المشكلة اللي حصلت دي والحمد لله ادرنا ان احنا نحق المركز التاني ده عظيم جدا هو بكل تأكيد الفكر ان احنا نروح اصلا نفكر ان احنا نعمل روبوت يكشف هذه الالغام وتكلفته فيش تلاتين اربين الف جنين كونوا عمليين روبوت لخدمة الانسانية لان احنا شوفنا حوادث كتيرة جدا بتحصل في دول كتيرة جدا الناس بتفقد حياتها نتيجة انفجار هذه الالغام فاعتقدوا ان التفكير في حد ذاته كان كويس ايه اللي خلاكوا تروحوا لهذه الفكرة طبعا انا اللي شقديني في الفكرة عموما انا برضو يعني مش اول سنة اخش المسابقة بس انا دخلتها في كاتجوري اصغر شوية انا دخلتها في كاتجوري الشباب الصغرين شوية انها كنت ايام سانوي لما دخلتها كبير العجاب لي ايه لما دخلتها بقى يعني كان منتكلم على سعيتها ايه بالضبط يعني هما هي المسابقة متقسمة مراحل يعني مسابقة للسن كذا الكذا وفي مسابقة للجامعات كل اعضاء الفريق داخلوا مصابقة قبل كن؟ اه لا مش كلهم يعني انا اعتقد انا وشان سحاتم بس تقريبا وحققتوا ايه لما دخلتوا قبل كن؟ لا انا صراحة ما بدون اي تحقيق وباشواندس برضو اعتقد احنا في 2017 كتمسابة مقاومة في جامعة اسكندريا اللي اخدنا مركز رابع وجائزت افضل تصميم ده كان الفريق من مدينة زويل بس مع تراكم الخبرات فالحمدالله يعني فريق بيسلم فريق درنا نديل المركز المهم زي ما كنت بقول لحضرتك الجزء بتاع الفكرة نفسها الفكرة ذات نفسها انا شدتني الفكرة ان السنة دي هم عاملينها في العالمين وخصوان منطقة العالمين دي اصلا منطقة الغام موجودة زمان من الحرب العالمية فان انت فكرة ان انت تروح تعمل الفكرة المسابة دي ذات نفسها في مدينة العالمين دي في حد ذاتها هي فكرة اصلا مكثيرة او هي بتخليك عايز تشارك او انت عايز تشارك في حدث مهم شبه ده فدي كانت بداية فكرة ان احنا نفكر في الموضوع ونفكر أننا نشترك في الموضوع فهي كانت أساس الموضوع نحن نساعد في حاجة شبه كده وخصوصاً ده خلف موجود من الحرب العالمية المنافسة بتكون عاملة في مسابقات زي دي هل كل الفرق التي كنت تنفسوها كانت عاملة نفس الفكرة مع اختلاف بعض الإمكانيات في ربوتو التي عملتوه أول حقيقة المسابقة تقريباً كان فيها حوالي 80 جامعة من 5 دول مختلفة فيه جزء طبعاً من مصر وجزء من دول العربية شقيقة ومن أمريكا برضو كان كل فريق كان بيهتم أنه يعني يبرز مهاراته في مجال معين يعني كان فيه فرق بيميزها أن هي الروبوتيك أرمي بتاعتها أو الزراع الميكانيكي يعني كبير جداً وشغال بشكل إفشنت وقدر أنه يعمل التسكي بشكل مميز ولكن كان التحدي هو أن أنت تقدر تعمل الوظائف كلها بشكل كويس ما تتميز في حاجة بعينها ونقدر نعمل تعديلات بعد كده؟ طبعاً نخلي الأرم أكبر زي ما أنتم بتقولوا فيقدر أنه يتعامل بشكل مختلف بالضبط في المسابقة بالقايم حاجات مختلفة قد إيه أنت قدرت تكشف الألغام قد إيه أنت قدرت تشيلها من على سطح الأرض لسطح الروبوت قد إيه قدرت تدي خريطة كاملة بتوضح اللغم فين ومكانه إذا كان فوق الأرض ولا تحت الأرض ودي اللي إحنا استخدمنا فيها تقنيات الأي اي اوي كنا مسبتين كاميرا بتتعرف على أربع علامات مختلفة على أماكن الفيلد أو المساحة الممسوحة ومن خلال تكنولوجيا يعني شوية جومتري قدرنا أن إحنا نقيس المسافة ما بين الكاميرا وكل علامتين الكاميرا بدي بصولهم فعرفنا أن حدد ما كان الروبوت يعني تعريبا الجائزة دي ما كانتش موجودة قبل كده ومعملوا مخصوصة عشان الفكرة دي كانوا أعجابوا جدا بأن بقى فيه حاجة مختلفة أو فيه إنوفيشان في حاجة زي كده شايف أن الفكرة دي هي سبب فوسكو بالجائزة إحنا الحقيقة خدنا جائزتين والمركز الثاني على العالم وجائزة أفضل خريطة كان سبب جائزة أفضل خريطة هي الفكرة دي أن إحنا قدرنا نستخدم كاميرا ممكن تكون زي كاميرا اللابتوب كاميرا بسيطة جدا وحطينا عليها ألجوريثمز وكودز وتريند بالAI أو الزكاة الاصطناعية قدرت أن هي تقيس المسافة بين مثلا مكاني ومكان حضرتك ودي كانت فكرة جليدة أول مرة تتعمل تقريبا في المسابق طب إحنا زينا تعرف على أعضاء الفريق أنتوا عشر رس مش كده؟ بزرق ونعرف كل واحد كم بيعمل إيه؟ طبعا إحنا كنا متقسمين زي ما قال عمر في الثلاث تيمز مختلفة كان تيم الهندسة الميكانيكية كان مسؤول عن تصميم الروبوت نفسه البودي والشاسي وحسابات السرعة وحسابات الحامل بتاعه ده كان معنا محمد حزم هو دلوقتي بيعمل تدريب خارج مصر في المجال هندسة التيران ومعنا محمد غرابة ومصطفى طايل وكان معنا الفريق المسؤول عن التواصلات الكهربية وصنعت إحنا صنعنا محليا بوردة كاملة بمسؤول عن التحكم والباور الموجود في الروبوت الموجودة في مصانع الإلكترونيات في برج العرب كان معنا فيها بشماندسة آية حسام طبعا وبشماند صمر وبشماندس بوليل قبل ما الحادثة يعني تحصل له لأسف وآخر تيم كانت تيم المسؤول عن الجزء بتاع الكاميرا زي ما كنت قلت لحضرتك تيم المسؤول عن السوفتوير كان إبراهيم حمادة وإسلام الشرقاوي ومصطفى غنيم كانوا طلبة من أكتر من قسم ويعني تقريبا كلنا اشتغلنا في مدة الشهر دي بحيث أن احنا نوصل يعني للنتيجة الحم بالله اللي قدرنا نصال له النتيجة دي مردودها إيه جوة الجامعة يعني الطلبة اللي ما كانوش مشتركين معاكم لكنهم بيسمعوا عن المسابقة بيسمعون أنتوا نفستوا روبط بالشكل ده تفاصيل المسابقة أنه كنت أخذوا مركز تاني يعني ده بيكون مردوده إيه على الطلبة جوة الجامعة الحقيقة ده شجع الطلاب أنهما يعني ما شاء الله السنة الجاية تقريبا فيه فريقتين أو ثلاثة عايزين يخشوا غير الفريق بتاعنا ويعني ورصح برضا عندهم مفهوم كويس هو أن أنت مش بس تكتفي بالعلم أو المحاضرات والدرجات الموجودة في الكلاسروم أو في الجامعة لا أنت تشوف الدولة مصر محتاجة إيه إيه اللي أنت تقدر بعلمك توظفه في حاجة مفيدة أنك ممكن تصنع مثلا طيارة تقدم وظيفة معينة روبط بيعمل كشف الألغام بحيث أنه يساعد مصر في حاجة زي كده فبدأت مردودها أن الناس بدأت تدور أكتر أنا إزاي أشترك في المسابقات إزاي أعمل مشاريع إزاي يبقى مش منفصل أو منعزل بالعلم بتهي في مكان معين لا أنه نوظفه في حاجة مفيدة وقدر أفيد به مصر وإن شاء الله نحل المشاكل الموجودة دلوقتي ده عظيم جدا إحنا عندنا عشر عقول من الشباب اجتمعوا في مشروع وشوفنا النتيجة طلعين تاني على مستوى العالم وأفضل خريطة للألغام تخيلوا أنه هذه العقول وهذه الشباب بيشتغلوا مع بعض في مشروع تاني الوضع يكون عامل إزاي تخيلوا أنه كل واحد فيهم كان عنده فريق فيما بعد واشتغل على مشروع الدنيا هتكون عاملة إزاي ده بيؤكد أن بالفعل عقول مصر وشباب مصر بخير عايزين دلوقتي برضو لتكلم معاك هل أنتوا بتفكروا يا عمر أنتوا تدخلوا مثلا مسابقات تانية على مدار السنين اللي جاية بأفكار تانية بمشاريع تانية أكيد طبعا ده إحنا أول حاجة عملناها أن إحنا رجانا تكلمنا مع الجامعة أن إحنا عايزين نفتح زي هاب أو يعني مجتمع كامل يضم الاتماد دي كلها بحيث أن إحنا نقدر نشترك في أكتر من المسابقة ونوزع نفسنا بحيث أن إحنا ننقل خباراتنا للشباب اللي حوالينا وطبعا هنشترك في مسابقة كمان ريليتت شوية أو هي ليه علاقة بها شوية مسابقة الغواصات المائية اللي هي اسمها R.O.V وطبعا دي برضو بتعمل نفس الحاجات زي الألغام بالضبط بس أنت بتعمل ميشنز أو مهام تحت المية أو على بعض عمق كبيرة سي إنقاذ حاجة مركب أو حاجة فإحنا بدأنا نوزع جهودنا بأن إحنا نقسم خباراتنا على التيم ده ونقسم خباراتنا على التيم ده بحيث أن إحنا نقلل ونوزع الخبرة دي على أكتر من عدد من الأشخاص يعني إحنا بدأنا نصل وبالذات يعني إحنا الجامعة كمان بتاعت توفرنا حاجات إحنا ما كناش يعني فوق طاقتنا كمان بحيث أنهما يقدروا يوفرنا أكتر بيئة مناسبة وبالتالي إن شاء الله الجامعة نساء الله تفتح كلية جديدة خاصة بالزكاة الصناعية أصلا اللي هي اسمها كلية علوم الحوسبة والزكاة الصناعية يعني بتادي الجامعة كلها تهتم بالفكرة دي كلها وبتدي أن إحنا نوجه نظرنا على الحاجة دي كلها فالجزء كله إحنا بنتدي نفكر لقداما أو إحنا بنتدي خطة 10 سنين قدام بحيث أن إحنا ما نسيبش بعض أو يحصل فاصل في واصل زمنية بيننا وبين بعض فالمستوى يقع بينا أو كده فإحنا بالحمد لله بنحاول نكيباب أو يعني نحاول نتواصل مع بعض عبر الأجيال عشان ننقل خبراتنا أو نطلع بقى حسن صورة ممكنة وده مهم جدا ويمكن كنا بنقول أنه يعني عشر عقول مصرية عملوا رابط مصري بمكونات مصرية موجودة في السوق المحلي هنا نتكلم عن التصنيع هل في أي خطوات مشتوها في هذا الصدد؟ الحقيقة هو إحنا في المدينة من حاجات المبيزة المدينة هو وجود زي حاضنة للأعمال أو حاضنة للأفكار والإبداع بالتأكيد أن إحنا نتواصل معهم بحيث أن يبقى فيه زي توصيق نموذج صناعي لحاجة زي كده وحاجة زي كده تبقى موثقة بحيث إن شاء الله أي جهة صناعية نقدر نتواصل معها بعد كده يبقى فيه زي باتنت أو برات اختراق أو نموذج صناعي فيه كل التفاصيل وخطوات التصنيع وزي النموذج ده نقدر أن إحنا ننتجه ويبقى ماس برودوكشن ويقدر أنه يتعامل بأكتر من شكل فإحنا دلوقتي إن شاء الله ماشيين في خطوات أن إحنا نوثقه كنموذج صناعي عظيمة إحنا كنا في بداية الحلقة بنتكلم عن طلاب السنوال العامة منتظرين دلوقتي النتيجة بتاعتهم وفي ناس لسه مازال برضو عندها الفكر التقليدي بتاع الجامعات التقليدية اللي خلاص دلوقتي ما بقاش لها وجود وغالبية خريجي هذه الجامعات مش لقين وظائف لأن السوق فرض علينا وظائف جديدة توجلوا من رسالة قلهم إيه؟ يفكروا في إيه؟ إيه اللي ممكن يختاروا ينفعهم في المستقبل يتخرجوا يلاقوا فرصة عملوا في نفس الوقت ينفعوا بلدهم به الحقيقة زي ما حضرتك قلت فيه يعني بعض الجامعات مش بتهتم بفكرة الإبداع وفكرة أن الطلبة تبقى دايما بتتعلم علوم حديثة وتجرب الحاجات دي في مشاريعها بتقدر أن هي تفيد البلد أو تخش في مسابقة أو تخش في خدمة وظيفة معينة فمعظم الجامعات بره مصر طالب في أول سنتين مش بيروح تقريبا من الجامعة هم بيفرضوا عليه حاجة زي كده بحيث أنه يندمك في مجتمع الجامعة يقدر أنه يتواصل مع الدكاترة يتعلم من الخرجين يتعلم من الطلبة الموجودة ويقدر أنه يشارك في مشاريع وهكذا فهي يعني التكنولوجيا هي هتكون سيد السين أو المشهد في الفترة الجاية فالمجالات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والنينو تكنولوجي والروبوتيكس هي دي المجالات أعتقد أنها هيكون لها السيادة في فترة الجاية فإن شاء الله يقدروا طلب السنوان أما بعض النتيجة ينضموا لهذه الكليات ويحققوا المشاريع دي إن شاء الله أزبالك عمر أنا مباركوكو طبعا يعني على هذه الجائزة ومهمة جدا أن طالب السنوان عاما يسمعوا الكلام ده ويشوفوا عملتوا إيه جوه الجامعة مختلفة لأنه لما بنتكلم عن الجامعات التكنولوجية مهم أنهم يعرفوا أنه ده مش مجرد كلام لما بنتكلم دلوقتي على الرابط اللي تم يعني اختراعه منكم ده شيء مهم جدا لأنه بيعكس التكنولوجيا الجديدة الموجودة وبتصبق بالفعل برعاية من الدولة داخل هذه الجامعات صح ده كلام مصبوط زي بشوانس حامد قال أن التكنولوجيا هي الفترة الحالية هي سيدة العصر أو هي اللي هتمتلك الحاجات دي كلها فطبعا إحنا بنتهي نشوف جامعات كتير بتتجه إن إحنا هي تفتح مجال خاص للتكنولوجيا بحيث إن هي ما تبقاش متأخرة عن العصر بتاعها يعني يمكن إحنا شوفنا في آخر خمس سنين فيه كلية جديدة فتحة تمامة في الجامعات الحكومية شبهة كلية الزكاة الصناعية وبالتالي إحنا عندنا برضو جامعة فتحنا إن شاء الله أول سنة دراسية ابتدي فيها كلية الحوسبة والزكاة الصناعية هتبتدي فيه سنة جاية إن شاء الله حيث إن إحنا نقدر نواكب العصر ده لأن حرفيا كل ديئة أو كل يوم بيفرق في المجال ده لأن أنت بيطلع تكنولوجيات جديدة ولغات برمجة جديدة وبيطلع حاجات جديدة كلها أنت مش هتقدر تيواكبها فأنت بيحتاج قدر عدد كبير جدا من الأشخاص ونهم يبكبوها مش أنت لوحدك فالحمد لله إن إحنا بدأنا نشوف تقدم كبير وهيل جدا في مصر الفترة اللي فاتت في الجزء ده بالذات يعني حسنا نبارك لكم ونورتونا عمر عياد ومحمد حيثي نورتونا وقالف ألف مبروك الجائزة وإن شاء الله دايما نشوف نماذج وقدوة للشباب لأنه ده بيكون حافظ كبير جدا جدا ليهم وهم لو إحنا ننتكلم على سنوية عامة إن هم يشوفوا هذه النماذج المختلفة بنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم شكرا لكم